الأهل يواصل انصاراته ويهزم فارقه 2-1 ويزحف نحو القمة بعد تحقيق الفوز التاسع على التوالي كابتن شريف مبروك فوز صعب للنادي الأهل ولكن ثلاث نقاط غالية أكيد مبروك ده الهدف من المباراة ومن سلسلة المباريات الأهل الذنق فيها أو الوضع يحطوا فيها بسبب اشتراكه في بطولة أفريقيا والحصول عليها متفقين كلنا من أربع متشاط فاتوة ما تكلمنيش عن أداء كلمني على الثلاث نقاط الثلاث نقاط دول أهم منها في المباراة وأهم منها في المباراة أن أنت عندك لعبة بتدرف تيبي جوال كوبي بيست من حسين الشحات لأداءه تلاقي كريم فؤاد بنفس الشكل بنفس الطريقة عايز يهدف بنفس الإسلوب والدخول والتوغل والبليسنج اللي بتتلعب لو هنتكلم على بيت اللعيبة فيه لعيبة الملعب وحيشها وفيه لعيبة بتبقى ماهلة نفسها يا أيمن أنها جاء النهاردة تلعب وتأدي واخد الموضوع معخص جد وتفكير وكده زي وسام مثلا يعني وسام على قد ما هو راجع من إصابة وكل عاجل لانما خلصك مباراة الحياة بتفكير كويس أو بتنفيذ كويس بوانتو ودى حسين الشحات من أجمل ألعاب المباراة وفيه لعيب بيحس إن المدير الفني مش محتاجه في المباراة دي وحطه أو متفق معاه أو السيناريو شكله إيه إن هو قاعد على الخط إحتياج الفريق ليه مش النهاردة ولكن ظروف المباراة تقدر تخليك في أي وقت أنا محتاج كل اللعيبة يعني فإلا أنا شفت الشوط الثاني النهاردة ملعب عايز تغيير وعايز تغيير معين عايز حد يمسي الكرة في نص الملعب عادي يبقى عنده مكان إمام عشور حسة التدوير بتاعت الملعب كله إزاي يلعب على يمين وإزاي يلعب على الشمال لا بما يفيد يعني لعب المتاح عندي أنا هنا هو محمد مجدي أفشا هو اللي يقدر أو عمر السلية عساة تغيير ده تأخر شوية ودى فرصة لفرقة فاركو خاصة بعد الهدف اللي جابوه الشوطة اللي جات مش مسؤولة عنها أي حد خلت فرقة فاركو ده تدفع نفسي قوية جدا فلازم هنا في الوقت ده يكون عندي لعيب يمتص الشكل بتاع فرقة فاركو والوصول إن هو يتعادل في المطش أو يرجع يعمل كامباك تاني ويعمل المنتدى معاك في المباراة كان لازم فيه نوعية لعيبة معينة تقدر تمتصلك الحماس بتاع فرقة فاركو ده كله زي ما بنتكلم بنقول إحنا بعد ما بنكسب كلنا كده وبلال طبعا بيقول لك لازم نعم فريزن للمباراة ولكن إنت النادي الأهلي فريزن ده مش إن أنا أقل الكرة فنص الملعب وأعمل بس سليم لا أنا لازم عندي فريزن وعندي رؤية إزاي أكمل للشكل الأمامي إزاي أروح تاني وأجيب الهدف التالت إزاي أطرافي إزاي ما كانت النهاردة نشيطة جدا بحد أداءها يعني يمكن أنا كريم فؤاد كان ماشي كويس جدا وخدع فتح بيحاول بيحاول بشتى الطرق إن هو يكون ليه كلمة وشكل وسرعة وأداء وروح بيوجبه كمان أكرم توفيق في نفس الشكل ما تخذي شوية كمان شوية لا لا استنع عشان مش عازقوا سمعي كلام مش عازقوا سمعي كلام ماشي فمراوين عطية إمام عشور الدنيا كلها النهاردة لازم يكون أنا مؤهل نفسي لسيناريوهات كتير قوي أيمن في المباراة فبإذن الله من المباراة الجيدة خلينا يتفرجوا على المطش ده وكل لعب يبص أكيد إحنا ما بنخرج فاكر إنت زي أنا ما كنا بنلعب نبقى خرجين يا مبسوطين كنت بتحس يا مش يعني النهاردة كان لازم علي أن أنا كنت يعني إيه أنا أمام عشور يعني إيه أنا أشوف عبد ميناء مؤيما كل اللعيبة اللي موجودة أخرج من المطش ومجيبش جوان كنت بكلم نفسي دايما يعني إيه أنا النهاردة ضيعت فرصة أن أنا يكون ليا وجود وأجيب جوان أرجو أن المباراة الجاية تبقى بهذا المفهوم يعني إن شاء الله بكلم